برحب بحضراتكم مرة تانية وفقرتنا الاولى في طبعا التلات المميز دايما مع الناقد المميز عمر البنوبي بنرحب بك يا عمر اهلا بك اهلا بحضراتك كابتن هاني بنورنا دايما وان شاء الله تكون حالة دايما حالة مميزة ودايما خارج الصندوق والنهاردة عندك مفاجأة كتير وكواليس كتير وكمان يعني جايب ماتيريال اول مرة كمان يزعف على اي شاشة في مصر يعني دايما سباق عمر ونسعد دايما بوجودك معنا في قناة النادي النادي ربنا خليك كابتن هاني يعني حابب في الاول بس يعني يعزل كرة المصرية ونادي غزل المحلة واسرة كرة المصرية ففاة كابتن محمد فايز يمكن كان من المدربين المحترمين قوي كان لعب كبير في نادي غزل المحلة في جيل زهبي وفي نفس الوقت كان مدربين اللقاء بيحاولوا تواره نفسهم طول الوقت كان مدرب نزيه جدا وكان شخصية محترمة خلص العزاء لأسرته والأسرة نادي المحلة وكمان لأسرة الكرة المصرية صحيح صحيح كل التعازي كابتن محمد فايز من الزمان تبتقول كان لعيب رائع في جيل جيل زهبي النادي غزل المحلة وكمان على مستوى التدريبي يعني ربنا يصبر اهل ان شاء الله طيب انت عارف عمر على تاريخ مصر الطويل من خلال الاندية من خلال المنتخبات كان فيه مدربين أجانب كتيرة جدا جدا لكن أولي الأول من الأجانب دول الأسماء اللي جاتين رغم أنهم أسماء كبيرة في عالم كرة القدم لكن أولي الأول اللي ساب بصمة بصمة كبيرة جدا في تاريخ القرى المصرية من خلال حتى العمل في الاندية أو المنتخبات من الأسماء دي طبعا اللي رحلت يمكن قريب ديترش بايزا ديترش بايزا المدرب الألماني الكبير والخبير الألماني اللي رحل عن عالمنا يعني مين يومين شفت أو استقبلت خبر وفاته إزاي وشايف ديترش بايزا من منظور مختلف إزاي عمر يعني طبعا من الأخبار اللي هي طبعا تزعل على الناس دي لأنه هانس ديترش بايزا من المدربين الكبار جدا اللي عدوا على مصر وسبوا أثر وسبوا بصمة وكان لهم تواجد وكان لهم بطولات وكان لهم تغيير في خريطة الكرة المصرية وفي عقلية اللعيب وفي تطوير الأداء وتطوير الخطط مش دايما بتجيب مدرب أجنبي ويقدر يفيدك ويفيد الكرة المصرية ويخليك تتطور ويخليك تقدم حاجة أفضل من اللي كنت بتقدمها قبل كده يمكن شوفنا زمان لما كان ديتمر كرامر جيه وأشرف على منتخب مصر في 74 لعب أربعة تلاتة تلاتة لأول مرة في تاريخ مصر لدرجة أن المقاط طلعوا قالوا اللعيبة مش فاهمة الطريقة اللي بيلعب بيها كرامر وأنه دي حاجة غريبة جدا ثم بعد كده النهاردة في أيامنا دي بيتلعب أربعة تلاتة تلاتة عادي جدا بعد كده لما جي فايتسا يمكن حابب باخد فايتسا برضو من الأول يعني فايتسا اللعيب فايتسا اللعيب هو مسيرته في الملعب هو لعب كانت عشر سنين بالزبط تاريب من 57 ل67 لعب أهم فرقتين لعب لهم كان أينترخت فرانكفورت ولعب مينز دول أكبر فرقتين لعب لهم في ألمانيا لكن هو إنجازاته ومسيرته تذكر ما بعد الاعتزال والاتجاه للتدريب هو الحقيقة فايتسا لما بطل كورا كان سنة 67 في 67 كان فيه مدرب من المدربين المجاريين الكبار اسمه جولور لوران جولور لوران ده كان يضرب وقتها كايزر سلاوترن وأخذ ويشتغل معه مساعد مساعد مدرب في تاريخ سلاوترن كان 67 مدرب ده بعد كده لوران ده راح ضرب باوك اليوناني بعد كده في أعتقد 84 خد بيوم الدوري اليوناني الأول مرة في تاريخ النادي ده يعني هو كان من مدربين في تاريخ باوك بالزبط بعد كده هم المدربين الكبار اللي من هنا بدأت بقى مشوار فايتسا تدريبي مع لوران المدرب المجاري ده ممكن اشتغل اسيستنت كوتش مع كايزر سلاوترن شوية وبعد كده كايزر تيكر لفترة قصيرة ثم بدأ يبقى هو هيت كوتش على طول في سن صغيرة وكان سنه قريب من اللعيبة في الوقت ده دارب كايزر سلاوترن مش معهم فترة طويلة يعني قعد معهم تقريبا ثلاث سنين وقدر ان هو يوصل بيهم لربع انهائي بطولة اللي ويفا كاب وده ما كانش سهل في الوقت ده طبعا كانوا بقى فرقة بقى من انجلترا ستاك سيتي كانوا بيلعبوا فرقة من أسبانيا برضو مستوى الكرة في الوقت ده الكرة الألمانية كانت عالية جدا وكان في مجموعة مواهب لكن فيتسا كان من نوعية المدربين اللي دايما بتحب تعتمد على اللعيب الشاب كنت لسه هجيلك لان انا كمان ليا تجربة خاصة جدا مع فيتسا بصراحة فيه ويمكن اقول كده في البيت الكبير يعني من الناس دايما واحد بيبتكر المدربين اللي يوم بصمة في حياته يعني ديتش فيتسا من أحد المدربين اللي كان يوم بصمة وكان عندي ثقة كبيرة جدا فيها طبعا كابتن أنور سلامة رشحني وصعادني من فريق 18 سنة للفريق الأول وسنة يمكن 88-89 ديتش بايسة اداني الثقة بقى يعني ما قالش ده لسه ولد عنده 18 سنة وما ادانيش أنا الثقة بس ده طلع معايا جيل كامل زي محمد عبد الجليل وعادل عبد الرحمن وعمر أنور ادى فرص كمان أكتر لكابتن حسامو إبراهيم فمن الوضح أن عقليته كمان الاهتمام بالسن الصغيرة أو باللعيبة الشبابية يمكن لو نيجي للنعي اللي نعاله اعتقد فيتشر هو كان رئيس نادي أينترخت فرانكفورت وقته هو يعتبر طبعا فيتسا من أساطير نادي أينترخت فرانكفورت على المستقى تدريبه على المستقى هو كان كمان لعب في نفس النادي قال إنه كان يعني مش بس بنفتقد خبير ولا صديق على المستقى الإنساني لا هو كان شخص ومدرب مؤمن جدا بالشباب مؤمن بإنه يطلع لعيب شاب ويبتدي يديره المهارة ويبتدي يديره الخبرات علشان يكون لعيب على المستقى الفرستيم وإنه يقدر بعد كده يوصل لأعلى مستقى من التوب فور ويلعب مع المنتخب وبيطور كمان أداء أنا عشت ده بيطور أداء للشباب بالشكل المميز جدا وبسرعة كمان طريقة تدريبه ما بتعتمدش كتير على القوى البدانية رغم أنه ألمانيا انت عارف الألمان بيحبه القوى البدانية لكن كان بيشتغل تكتيكي كمان على المستقى التكتيكي وانت زي ما انت عارف كان ليه بصمة أنه تغير طريقة اللعب في بالزبط وخمسة تلاتة اتنين ويمكن وقتها يقول لك لا انتم بترجعونا للورا ونلعبش بتلاتة مدافعين ولا بخمس مدافعين ولا بليبرو ولا الكلام ده لكن أعتقد على فكرة أنا ميال جدا لطريق تلاتة في الدفاع لحد النهاردة يعني ممكن أكون آه ما بحبش المدرشة الطليانية قوي لكن انتونيو كونتي لما بيلعب بتلاتة في خط الدار أنا ببقى شايف بحس إن الكرة يعني حلوة أنا بحب كده كابتن شاو غريب كمان يستغل النقطة دية مفاس بيها في طولة أفريقيا كان بيلعب بتلاتة وراء؟ بالزبط أصل لها كابتن هاني في الحتة دي يعني مش هنخرج بره موضوع فايتسا بس حتة الطريقة نفسها طريقة اللعب المدرب مش لازم يقلط طول الوقت أو يشوف هو ايه ترند اللي ماشي دلوقتي في طرق التدريب على مستقل العالم وامشي وراه أنا بشوف قدرات لعبتي ايه ويه الطريقة اللي تقدم افضل اداء واشتغل عليه وهنا المدرب او المدرسة الالمانية اللي منها فايتسا منها كرامر قبله لما بيجي يشتغل على كده هو بيشوف قدرات اللعبة اللي قدام ويقدر يوظفهم في ايه علشان يقدر يحقق افضل نتيجة ويعني بمناسبة افضل نتائج فايتسا لما كان بداية بقى تحقيق البطولات له كمدرب لما اشتغل مع اين ترخت فرانكفورت كمدير فني بعد تجربة كايزر سلاوترن هو قدم للسيمي فاينل بطولة كاس الكوس الاوروبية وخسر بصعوبة جدا من ويست هام في السيمي فاينل كان على وشك انه وصل في بطولة كاس المانيا اربعة وسبعين يا عايز اقول له حضرتك وكان معاه فريق اين ترخت فرانكفورت مجموعة من الشباب هو ان طلعها وبيلعب وبينفس بهم وصل انه يلعب سيمي فاينل كاس المانيا على فاكل كاس المانيا من من البطولات الصعبة برضو جدا دمهت ايه لو يا كابتن هالي وبيع فيها مفاجآت كتيرة جدا مفاجآت وتحس انه كل الفرق في المانيا بتا يعني بتلعب على انها تكسب وحتى النتائج ممكن توصل نتائج كبيرة يعني لما تبص كمان لتاريخ مع كل الفرق اللي دربها في نتائج بوصلت انه مرت عدل مع شتوتجرت خمسة خمسة في الدوري الالماني ودي من كلاستيكات الدوري الالماني ماتش يخلص في عشر تجوال وماتش خلصان تعادل يعني اه في سيمي فاينل الكاس في اربعة وسبعين اه قدر انه هو يطلع فريق اه بايرني ميونيخ من السيمي فاينل فريق بايرني ميونيخ في الوقت ده كان فيه اسامي يعني لو تالت دلوقتي او يعني هو المشاهد حتى اللي ما عصرشه والعصر عارفهم يعني انا ما نتكلم هيا المباراة دي بالمناسبة يعني كسب تلاتة اتنين الفرقة اللي اللي بيلعبها اللي هي بايرني ميونيخ دي كان وقتها فيها سيب ماير حارس مارما بيكين باور في الدفاع راينيرت سوبل اولي هونس الله الله مجموعة هما عناصر منتخب المانيا يعني وكانوا بيلعبوا كرة سريعة او طويل اه ده ده طبعا كان سيب ماير هو جون بايرني ميونيخ فعلا في في الواقع ده هي فرقة بايرني ميونيخ العظيمة العظيمة منتخب المانيا العظيمة بالزبط يقدر انه يطلعهم في السيمي فاينل ويوصل فاينل قدام هامبرج ويكسب هامبرج تلاتة واحد فاعتقد انه ده بيقول انه فايتسا من الاول ومن بدايته هو ما كانش مدارب عادي ده مدايعين كمان دارب الجزاء بالزبط يعني مباراة ما كانتش يعني مش مش من المباراة اللي هي بايرني ميونيخ يقدر يحسمها بسهولة قدام فريق شباب اه او انه فريق حتى يعني مدرب ومدي ثقة للعيبة الصغيرين في السن قدام كل العناصر اللي عندها خبرات دولية بال بالأسامي اللي احنا شوفناها دي اعداد سوبل كمان اللي جيب بعد كده درب الاهلي بالمناسبة يعني طبعا فايتسا هو اللي كان بيرشح احيانا مدربين الماني نادي اللي هو اللي رشحت سوبل اللي هو كان قدامه لعيب في في وقت من الاوقات وهو مدرب بالمناسبة كمان يعني فايتسا بمناسبة سنة اربعة وسبعين اول زيارة لمصر من فايتسا كانت سنة اربعة وسبعين مع نادي اينترخت فرانكفورت وكان جاي يلاعب نادي الزمالك مباراة ودي كسب الزمالك خمسة اثنين ولعب معه مطشين تانين وكان الزمالك معه كمان بالمناسبة دي لعطب التعرض لاول مرة ده فايتسا في الاهرامات مع فريق اينترخت فرانكفورت سنة اربعة وسبعين هنا في مصر فايتسا ده كان جاي لعب كان جاي لعب مباراة مباراة دية هنا في مصر يعني الحقيقة دول لعابة اينترخت فرانكفورت في الوقت ده يمكن قاعدين في منطقة الاهرامات فايتسا لأول مرة في زيارة لمصر هو مدير فني قبل ما يتخيل انه ممكن بعد كام سنة ييجي يدرب النادي الاهلي ويشتغل مع منتخب مصر في الطريق رايحين ضمنهور بالمناسبة المشاهد دي بتعرض لاول مرة يا كابتن دي فرت اينترخت فرانكفورت بقاعدين مطش في استاد ضمنهور. اه اوكي. يعني في الوقت ده الفرع الالمانية كانت من اقوى الفرق في العالم كانوا بيقدروا انه هما يكسبوا اي فرق يمكن مشاهد دي مشاهد من الزمن الجميل اوي يا كابتن هنا. صحيح وكمان اه شايفين يعني ده كمان من الفرق من من اكتر الفرق كمان ساعتها في في المانيا من اكتر بياخد بطولات واخد اخد الكاس وبالمناسبة واخد الكاس اربعة وصابعين من هامبرج رجع في البطول في السنة اللي بعدها اخد الكاس تاني. اه. اخد الكاس سنتين وارا بعد. اه. وبالمناسبة يعني اه اينترخت فرانكفورت كان بيحتفل اه من فترة بمرور اربعين سنة على بطولة الكاس اللي اخدوها مع مع فايتسا وفي مدحف النادي يحطين مجسم الكاس واحتفلوا معاه. ففي الوقت ده اه فايتسا عمل فريق قوي جدا جدا. لاينترخت فرانكفورت. اه ادري اخد بطولتين كاس. وصل اه سيمي فاينل اه كاس اوروبا ابطال الكؤوس. اه بعد كده اه فايتسا ده كان منتصف السبعينات بعد كده هو تولى كدادة منتخبات المانيا. اه. النشئين ثم الشباب. لما اخد منتخب تمنتاشر سنة ادري اخد بيه بطولة اوروبا. لما اخد منتخب عشرين سنة ادري اخد بيه كاس العالم. كاس العالم. كاس العالم. كاس العالم تمانيوه في البطولة دي هو كسب كل الماتشاط. اعتقد كسب اسبانيا في دور المجموعات. اه كسب استراليا في الكوارتر فاينل. كسب اه اعتقد كمان اه منتخب من المنتخبات الكبيرة اه كسبه في منتخب في السيمي فاينل. وفي كسب قطر في الفاينل اربعة صفر. وفي الوقت ده الماتش الوحيد اللي غسره في البطولة دي كان ماتش قدام منتخب مصر. منتخب مصر الوقت ده منتخب مصر الشباب كان فيه كابتن طهرب وزيده كابتن شريف الخشاب. اه اه اه. اتنين الواحدية دي المباراة بالمناسبة الوحيدة اللي اخسرها مع منتخب المانيا في كاس علام خد كاس علام بالمنتخب ده. في الوقت ده يعني الحقيقة كان كابتن برضو خالد القمشاطي كان بيلعب وكانت كان فريق برضو مواهب كتير كانوا لسه صغيرين في السن بعد كده بقوا من ملقة الكرة المصرية كمان يعني. البطولة دي كانت فين يا عمر? البطولة دي اعتقد كانت فا في استراليا تعريف استراليا اه. اعتقد استراليا والحقيقة كانت من البطولات الكابتن حمد صديق كمان اهو يعني في الفيديو كمان اعتقد. ده كابتن طاهرة وزيد اللي هو اه ده طبعا كابتن طاهرة وزيد اه أكيد هو الأي اشوت داربة الجذة. هو اللي شاطها اهو جابها جوري الحقيقة يعني ومصر كسبة المباراة دي اتنين واحد. برضو يعني. يعني آآ طبعا كان حاجة كمان تشارف انت بتكسب بطل العالم وزي ما احنا شايفين كل كل فرقة آآ ألمانيا دي كمان بقى نجوم كبار جدا. بقى نجوم كبار جدا وفي نفس الوقت يا كابتن هاني انه آآ مدرب زي ده. وبالخبرات دي كلها ويقدر في موقف آآ صعب على النادي الاهلي. انه كابتن صالح سليم يقرر انه عندنا خسرنا بتلطين في سنة واحدة. وده من النوادر انها هتحصل نادي قال يخسر دوري وكاس في سنة. يجي على طول يتم اختاره. ده بقى مشواره بقى في مصر نخش على مشواره في مصر المشوار في المانيا كان اكتر من رائع زي ما انت قلت كده بدايته بقى مع مشواره في مصر جيز زي يمكن زي ما انت بتقول في سنتين خسرنا بتلطين وكان شيء غريب على النادي الاهلي. غريبه ما بيتكررش فعلا. مش هتكرر ان شاء الله. الحقيقة انه اه كابتن صالح سليم اللي ارحمه. الماسترو كان مدرسة ادارية هو كان ميال قوي للمدرسة الالمانية. وكان اه يعني كان عنده ثقة كبيرة في انه المدرب الالمانيا والعنصر الالماني لما يكون موجود على رأس جهاز فني يقدر يحقق حاجة. لكن انا دايما بشوف انه اختيارات اه كابتن صالح سليم للمدربين كمان اه ما كانتش اه يعني ما كانتش اعتباطا. وما كانتش بدون معايير بالعكس. انت لما تجي مدرب زي فايتسة واخد كاس عالم اه شباب واخد بطولات في المانيا. وبيطلع العيبة صغيرين في السن. وانت في وقت برضو كان عندك اعتزال كابتن محمود الخطيب وده كان اسطورة الملاعب في الوقت ده. واعتزل وفي قمة اعطاءه كان ممكن يكمل اعتقد. وهو كان وقتها اعتزل كان كابتن مجدي عبدالغاني احترف في بورتغال. اه كان كابتن مصطفى عبدو كان اعتزل في الوقت ده. فانت محتاج تعيد تكوين فريقك. ومحتاج ان انت ترجع البطولات. الاهلي عمره ما بيعدي سنة ما ياخدش بطولة. على فكرة بالمناسبة. احصائية اعتقد كمان الناس ممكن تكون مش اغدى بالا منها. في اخر تلاتين سنة تقريبا مفيش سنة بتعدي على الاهلي بدون بطولة. بالمناسبة. اخر تلاتين سنة. تقريبا في اخر تلاتين سنة تحسبها مفيش سنة بتعدي على نادي الاهلي بدون بطولة. وهو ده نادي الاهلي. ففي الوقت ده انت محتاج. محتاج طبعا. عاوز تاخد دوري عاوز تاخد. عاوز تاخد كل البطولات. فانت كنت هتشارك في البطولة الافراسيوية. ودي كان بطولة الاهلي ما كانش خدها. عندك تحدي انك بتلعب الدوري عاوز تكسب الدوري. وعندك تحدي كمان كاس مصر. يمكن في الوقت ده اه كان الجيل اللي حضرتك بقى صعدت فيه ب في الوقت ده واتعمل المعسكر اللي في ألمانيا. بس كان فيا مبارات عملت بعد معسكر الالمانيا على طوله هي اول مباراة لديتش فيتسا مع النادي الاهلي. اول مباراة مع النادي الاهلي كانت ضد كوينزبارك رينجرز. ايه. في انجلترا. افتتاح الملعب. في افتتاح ملعب لوفت سرود بالزبط. اه يعني والمباراة دي كانت مباراة قوية جدا. وآآ وكان فيها ندية ما كانتش ماشية بالطبع الودي. بالعكس المباراة كانت ماشية. خالص انا كنت موجود في الملعب وكانوا واخدين الموضوع مش مباراة ودية. اه جد يعني. اه جد يعني. وآآ وكابتن الربيع ياسين قدر يسجل هدف التعادل. صحيح. متأخر. لكن الحقيقة كانت مباراة لادخلت فايتسا قلوب الاهلاوية بدري انه مش قلوب الاهلاوية قوي انه يعني حبولة انهم حاسوا ان في في شيء مختلف بيحصل على ارض الملعب ان انت رايح تلعب مع كوينزبارك وفينجلترا وعلى ملعبه ان انت بتقدم مباراة قوية بتقدر تتعادل ما بتخسرش. جاي بقى بطموحات كبيرة ان انت هترجع على البطولات في الموسم ده. في الموسم ده الحقيقة الاهلي قدر انه هو يحقق السنائية يكسب دوري وكاس. يكسب دوري وكاس. بس البطولة الافراسيوية كانت بطولة غالية قوي على جمهور النادي الاهلي. وكانت يعني بطولة الاهلي ما كانش لسه اخدها قبل كده. اي. اول لقب. بتقدر ان انت تتفوق على بطل اسيا. في الوقت ده انت بطل افراك وراح تلعب بطل اسيا. بتكسب في اليابان تلاتة. وتكسب في مصر واحد صفر. مجموع المطشين اربعة واحد. اعتقد انه كانت مباراة قوية جدا. كان فاكر ان الاهداف كان كابتن حسام حسن هدفين هناك في اليابان. كابتن عدل عبدالرحمن جول. وكابتن طاهر ابو زيد في مصر. سجل هدف الفوز للنادي الاهلي. انك تاخد المطش الفاينل هناك في اليابان. كانت البطول الافراسيوية كان قدام فريق ميوري الياباني. كان بطل اسيا وقتها. كانت مباراة قوية مش سهلة. المدرسة اليابانية كمان في الكورة ومدرسة. التزام. مباراة صعبة انك تكسب بره ارضك وفي اليابان تلاتة. وتكسب تلاتة. وانا هو عمالة شد في احسام حسنش. يعني اعتقد الزكريات دي لما تعدي عليك يا كابتن هاني. اه طبعا. طبعا. وتفتكر بقى فيتس عامة ليه في في الكورة اقتها فكرة انه بيلعب بتلاتة في الخط الدفاع انك تلعب ليبرو. اه اكتشاف اه قدرات جديدة في مركز زي ده. البطولة دي نفسها بطولة اعتقد ان قيمتها كمان كانت علي يا كابتن. وانا اللي عملت الاسست ده ولا يا جماعة. انا مش فاكر ارجعه كده انا بشرك ان انا عملت الاسست ده. بس كان كانت الفرقة كلها سن صغيرة كابتن انا اه اه هتلاقي عادل عبدالرحمن موجود معنا. بزابته هو سجل الجون التاني. اه وعدل سجل الجون التاني. اه هو سجل الجون التاني. وكابتن الحسام حسن سجل الجون كمان الجون التالت. اه ومحمد سعد كمان. كلنا كنا تقريبا سبعة تمنتاشر تسعتاشر سنة يعني. وتقدر انك تروح تكسب بطل اسيا في اليابان على ارضه. وسط جمهوره. اعتقد انه مفيش دليل على انه كان مدرب مميز جدا زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده. انك تقدر تاخد في موسم واحد. صحيح. وانتجي من خسارة في موسم اللي قبله. وانك تاخد بطولة ما اخدتهاش قبل كده. انت عندك فريق جمان بيجدد. وفريق بتعيد بناء الفريق. يمكن بعد كده لما الموسم انتهى ولما صعد منتخب مصر لكاس العالم تسعين. وبدأت يعني الطريقة اللي اتعامل بها كابتن جوهري في انه عاوز يعد المنتخب بمعسكرات طويلة بمباريات ودية. وانه هيوقف الدوري. يمكن فايتس اعترض على الموضوع ده. ايه. في البداية بعد كده اتخذ القرار. فايتس اخد قرار وقتها انه انا ما اقدرش اكمل. وانا هلعب بطولات ودية او ماتشاط ودية وبالعب بدون لعبة الدوليين مع النادي الاهلي. فانا مش اقدر ان انا احمل النادي الاهلي الراتب بتاعي كمان في فترة زي دي. وانا ما بشاركش فطولة الرسمية. قرر ساعتها انه يرجع المانيا. واحتفظ بعلاقة يعني وطيدة مع النادي الاهلي. بالمناسبة في الموسم ده الموسم اللي هو ماكملش كمان. هو كان كسبان اه سبع ماتشاط من تمانية. يعني ما في الموسم. كان الدنيا كان اتناشية. وكان اه يعني كان برضو ااخد دوري تاني ما كانش عنده اي مشكلة في حاجة زي كده. لكن اه لقطة ما بتتكررش وما بنشوفهاش خلاص الايام ديت انه لما بتلاقي مدير فني وكمان على مستوى مستوى ديتش بايتسان هو شايف انه خلاص انه ملوش دور فخلاص يا جماعة طالما انا ما بشتغلش مش هاخد فلوس يعني. فالموضوع ده كمان لسه لغاية دلوقتي بنتكلم عليه لانه اه لما بنتكلم على المستوى المستوى الفني والتدريبي لكن كمان على المستوى الاخلاقي وعلى مستوى تعامل اللعيبة انا تعاملت معها شخصية اكتر من رائعة يعني انا شفت كمان اه كوربل وده من اللعيبة اللي كانت في الجيل اهن تراخت فرانكفورت اللي اخد الكاس مرتين اه هو اتكلم عنه في اه ديرش بيجل مجالة ديرش بيجل في اجمانيا وانه يعني كان قيمة كبيرة لكل اللي عيبة جيل اه انتراكت فرانكفورت في الوقت ده وانه كمان باثر في مسيرته كلها وهو اللي طور اداءه وطور عقليته اعتقد كمان يا كابتن هاني بالمناسبة يعني فايتسا فضل على علاقة قوية جدا مع النادي الاهلي حتى بعد مرحل لما كان بيتم استشارته بخصوص اي مدرب اي موقف محتاجين فيه استشارت فايتسا كان بيكون موجود لما كان منتخب المانيا بيلعب هنا كاس العالم في الفين وتسعة الفين وتسعة اهو فايتسا راح زر النادي الاهلي زر النادي الاهلي ودخل التمرين واعد اتفرج على التمرين وقابلها وقابل وقتها كان كابتن على ما يهوب موجود جهاز الفني وكابتن على ما يهوب كان معاه في الفريق برضو اعتقد انه الحاجات دي وكل اللي احنا بنحكيه ده يستحق ان قناة نادي الاهلي النهاردة تتكلم عن فايتسا قلو عمل جزء من تاريخ نادي الاهلي جزء صغير لكن جزء مؤثر الراجل بعد كده جيت تولى منتخب مصر برضو الفترة مش كبيرة لكن كان برضو بيدي فرص للعيبة كتير بيحاول يطلع جيل من اللاعبين اعتقد انه مش سهل يا كابتن هني انك تلاقي مدرب اجنابي ييجي ويسيب البصمة دي اكيد اكيد قليل اويد انه يحصل في مصر ده حيط طبعا بصمة يعني سابها بشكل كبير جدا وانت زي ما بتقول نادي الاهل عمره كمان يعني عنصر رفاق متواجد بشكل دائم والعلاقات مع المدربين حتى اللي بيمشوا علاقات كلها احترام وتواصل دايما مع مدربين الاجانب الجمل النادي الاهلي انا بشكرك يا عمر جدا على كمان الماتيريال اللي انت جبته ورجعتنا لذكرات جميلة جدا وكمان كان واجب علينا ان قناة النادي الاهلي بتكرم هذا المدرب العظيم ديترش بايسا طبعا والله يرحمه من خلال يومين لكن كان واجب علينا في النادي الاهلي ان احنا نشيد به وبنشيد كمان ببصمته في الكرة المصرية وفي النادي الاهلي عمر بنشكرك شكرا جزيلا منتظرنا لك ان شاء الله يوم الثلاثة اللي جاي عشان نتكلم كمان في كلام كتير جدا خارج الصندوق دايما ان شاء الله شكرا كابتن هاي شكرا جزيلا دي كانت نهاية فقراتنا مع المميز عمر البنوبي بعد الفاصل مع الكابتن الكبير فاتح مبروك